بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم اجل الحق على الألسنتنا والهمنا العمل به الله مرزقنا الصدق في القول وفي العمل اللهم انا نعوز بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي اليومي الاسبوعي عزران ناقص واحد انا تمانع نلتقي بكل يوم والله مش كل اسبوع ولكن ضيق الوقت هو ما بيسمحش برنامجنا النهاردة ان شاء الله قبل ما ابدأ فيه وقبل ما ابدأ حتى بعنوانه يطيب لي ان انا اتقدم لحضراتكم بتهنئة مباركة بقرب حلول شهر رمضان المبارك كل عام وحضراتكم بألف ألف ألف خير وسحة وعافية وسلامة اسأله سبحانه وتعالى ان يهله علينا باليمن والبركات والفرح والسرور اسأله سبحانه وتعالى ان يزيح الهم ويفرج الغم اللهم امين كل عام وحضراتكم جميعا بخير اسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل مننا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال كل عام وحضراتكم بخير للأسف في الشهر ده مش هسعد بلقائكم على هذه الشاشة ولكن هيكون لنا لقاء يومي ان شاء الله في برنامج مميز جدا من الناحية الفنية ومن الناحية الطبية على قناتي على اليوتيوب وعلى الصفحة الرسمية هنلتقي ان شاء الله يوميا في برنامج طبي قصير اتمنى ان هو ينال اعجابكم ان شاء الله وهنتظر مشاهدات حضراتكم وارائكم ايضا وهنحاول ان شاء الله ان احنا نكون مع بعض على بث مباشر حتى ولو مرة اسبوعيا في رمضان وتواصل حضراتكم الكريم اللي وحشني جدا 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 ونختار مواضيع معينة حضراتكم هنتظرها منكم على الصفحة وعلى قناتي على اليوتيوب ونتناول مواضيع انتم اللي هتختروها ان شاء الله في بث مباشر حتى ولو مرة اسبوعيا نلتقي سويا بمشيه الله تعالى اما البرنامج اليومي فيكون ان شاء الله على قناتي على اليوتيوب وزي ما بقول لحضراتكم برنامج مميز من الناحية الفنية ومن الناحية الطبية وده اللي يهمني اكثر حلقة اليوم ان شاء الله هتكون مختلفة كثيرا عما تحدثنا به في الحلقات السابقة وعنوانها ايضا هيكون غريب شوية ومهم جدا 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 من الناحية الطبية حلقة اليوم اليوم بعنوان تكيس المبيض وتليف الرحم قبل ما ابدأ حديثي في هذا الموضوع يعني انا هلفت نظر المشاهدين الجدد اللي الاول مرة يشاهدوني انا لست باخصائي نساء وتوليد انا هتحدث في هذا الموضوع من ناحية الدكتوراه الي معايا في الطب البديل انا معايا دكتوراه البطنة اما دكتوراه الطب البديل دي اللي انا هتحدث من خلالها عن هذا الموضوع الهام جدا تكيس المبيض واورام الرحم كتير جدا جدا يسمع عن تكيس المبيض وانتشر اوي في الاونة الاخيرة هذا المسمى وهذه المتلازمة يعني احنا في الطب بنسميها متلازمة تكيس المبيض او البولي سيستيك أوبري البي سي او ليه نسميها متلازمة لان هي بتشمل كثير من الاعراض اللي بتبقى متلازمة مع بعضها وبالتالي جاء هذا المسمى يا ترى قبل ما ابدأ بس اتكيس المبيض ايه هو المبيض يعني من الناحية التشريحية المبيض او المبيضين هم عضوي تخزين التبويض او تخزين البويضات في النساء وطبعا من بداية النشأة في الراحم مع المولود لما بيبقى انثى سبحان الله بيبتدي ينشأ الراحم وتنشأ المبيضين ويبتدي ماخزون المبيض منذ الولادة سبحان الله يعني ماخزون مبيض المرأة بيتحدد منذ مراحل تكون الجنين وده من الاعجاز الالهي سبحانك يا رب ان بيبقى مولودة الجنين الانثى ومعروف او يعني مقدر لها العدد البويضات اللي موجودة في المبيضين بالنسبة لها بعد سن البلوغ لو حبينا نعرف ببساطة جدا التكيس المبيض لان هو برضو تعريفه كثيرة ولكن يعني هو بتعريف بسيط ومش عايزة دخل حضراتكم في الفاص طبية معقدة ودمها تقيل شوية بتعريف بسيط جدا جدا هو اضطراب هرموني شائع في سن الانجاب بالنسبة للسيدات سن الانجاب بيبدأ من بداية الحيض الى انقطاع الحيض ده سن الانجاب بالنسبة للسيدات والفتيات هذه المتلازمة او هذا المرض هو عبارة عن اضطراب هرموني بيحدث في هذه المرحلة من العمر او من الاسن طب اضطراب هرموني يا طرق ايه الهرمونات اللي بيحدث لها اضطراب في هذه المرحلة هيهمني اوي هرمونين اتنين هرمون مهمين اوي في المبيض هو هرمون الاستروجين وهرمون الاندروجين وهتتعجبوا كثيرا جدا لما اقول لحضراتكم ان هرمون الاستروجين هو الهرمون الانثوي وطبيعة الحال ان تبقى البنت او السيدة عندها هرمون انثوي اما الاندروجين فهو الهرمون الزكري طب ازاي دكتور سيدة او فتاة عندها جزء من الهرمون الزكري هناك نسب معينة سواء الرجل او السيدة من الهرمونين الاثنين هرمون موجودين عند السيدة والاثنين هرمون موجودين عند الرجل ان حدث اختلال هرموني ما بين الاستروجين والاندروجين الهرمون الانثوي والهرمون الذكري يحدث هذا الاضطراب اذا تعريف تكيس المبيض هو اضطراب هرموني ما بين الاستروجين والاندروجين ان انخفض هرمون الاستروجين اللي هو الهرمون الانثوي او ارتفع هرمون الاندروجين اللي هو الهرمون الذكري يحدث ما نسميه بتكيس المبيض أو البوليسيستيك أوفري السبب يعني حتى الآن مش قادرين نقول أن السبب واحد اتنين تلاتة اربعة يعني غير معروف يعني نحن نقدر نضع أيدينا عليه ولكن زي ما بقول لحضرتك هو اضطراب ما بين الاستروجين والاندروجين في مستوياتهم بالنسبة للمبيض بالنسبة للسيدة أو الفتاة بيحدث إيه بقى لما يحدث هذا الاضطراب الهرموني بيتتكون خراجات خراجات يعني أكياس أكياس مملوئة بسائل تبقى موجودة فين على المبيض طيب هي إيه وظيفة المبيض؟ إيه المشكلة أن يتكون عليه أكياس أو يتكون جواه أكياس؟ وظيفة المبيض هي إنتاج سبحان الله يعني عندي مبيض شمال ومبيض يمين ده بيشتغل الشهردة وده ياخد راحة ده يشتغل الشهردة وده ياخد راحة سبحان الله وظيفة المبيض هو إخراج بويضة قابلة للإخصاب إخراج بويضة قابلة للإخصاب مع السائل المنوي هي دي وظيفة المبيض وجود الخراجات أو الأكياس الممتلئة بالسوائل بتمنع هذه الوظيفة وبالتالي يبتدي يأثر على الخصوبة بالنسبة للسيدة أو الفتاة سؤال مهم جدا وإجابته أهم هل تكييسات المبيض تمنع الحمل ليس مئة في المئة بمعنى هناك سيدات هتجي عنده تكييس المبيض ويحدث حمل ولكن هناك خطورة على الحمل مع وجود تكييس المبيض يعني برضو كده كده بيسبب لي خطورة دي وظيفة المبيض ببساطة جدا زي ما شرحتها لحضراتكم إخراج بويضة قابلة للإخصاب مع الحيوان المنوي وتكوين جنين في تجويف الرحم مش عايز أدخل مع حضراتكم بقى بالـ LH-Litonizing Hormone والإستروجين والبروجسترون وكل الهرمونات اللي بتتدخل مع بعضها سبحان الله وتبتدي تتحكم في أن البويضة دي تخرج بحجمه معين وأن الغشاء بتاعه هيتفتح في وقت معين اللي هي وقت التبويض بتاع السيدة وأن الحيوان المنوي يتقابل هذه البويضة في وقت معين يعني هي عجاز إلهي سبحان الله ولكن يعني كلامه يطول قوي ومش عايز يعني أخرج برا موضوعنا بشرحه التفصيلي ولكن ببساطة جدا هي دي وظيفة المبيض طب يا طرق هل هناك عوامل خطورة هل هناك عوامل خطورة ممكن تكون سبب في تكون التكايسة المبيض طبعا وهي دي بقى نقطة مهمة أوي واللي أنا عايز حضراتكم يعني تحفظوها كويس أوي عوامل الخطورة علشان ما جيش أنا أشوف بنتي قدامي عوامل الخطورة دي موجودة وأنا ساكت علشان ما بتديش ألاحظ أنا يعني أو اللي بيتشاهدني كفتاة إن عوامل الخطورة دي موجودة وأطنشها أو يعني مش هيحصل حاجة ونسكت لا عوامل خطورة لو ما نعناها هيبقى طبعا نسبة الإصابة بتكايس المبيض شب معدومة يعني عوامل خطورة أول حاجة الأوبزتي أو السمنة الأوبزتي أو السمنة زيادة الوزن أو السمنة بتكون من عوامل الخطورة اللي بتسبب تكايس المبيض وليس شرطا أن كل واحدة بدينا يكون عندها تكيس مبيض وليس شرطا أن تكون كل واحدة نحيفة ما عندهاش تكيس مبيض أنا بتكلم على العوامل الخطورة قدرنا مع الأبحاث والدراسات أن نحن نحط إيدينا عليها ونحددها 1, 2, 3, 4 يبقى لسمنة من العوامل الخطورة اللي أنا لازم أضعها في اعتباري ومش عايز أقول لحضرتك أن من أول خطوات علاج تكيس المبيض هو تنزيل الوزن الزائد كل أمراض النساء اتفقوا على هذه الخطوة اللي هي أول خطوة مهمة جدا جدا بالنسبة لعلاج تكيس المبيض التاريخ العائلي له نصيب من عوامل الخطورة بمعنى إن كانت الأم أو الخالة أو الأخت أو العامة عندها تاريخ مرضي بتكيس المبيض يبقى لازم أضع في اعتباري أن من الممكن أن يكون هناك عامل خطورة حدوث تكيس المبيض للبنت اللي من هذه العائلة يعني التاريخ العائلي أيها موجود مقاومة الإنسولين أو الإنسولين ريزيستنس من أجد من عوامل الخطورة اللي ممكن تسبب لي تكيس المبيض إيه مقاومة الإنسولين برضو سريعا علشان ما نخرجش بره موضوعنا أن خلايا الجسم تقاوم الإنسولين اللي بيفرز وبالتالي ما بتقدرش الإنسولين يدخل الجلوكوز داخل الخلية فيبتدي في خطورة لحدوث سكر هذا العرض من الحاجات اللي لو موجود يبقى بيديني خطر أو بيديني جرس إنذار أن ممكن يحدث تكيس المبيض وارتفاع الأندروجين ده مهم جدا بقى إن احنا هنبتدي نلاحظ إن فيه مشاكل فيه المظاهر الأنثوية بالنسبة للبنت الصوت ممكن يكون خشن شوية ظهور الشعر في أماكن غير مرغوب فيها إلى آخره يعني الهرمونات لازم تكون متوازنة علشان نقدر إن إحنا نمنع أو ناخد بالنا إن فيه خطر يحدث إن ممكن يحدث لقدر الله موضوع تكيس المبيض هتكلم على الأعراض وهتكلم على المضاعفات الأعراض لتكيس المبيض عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها كاملا ودي نقطة مهمة جدا لأن كتير جدا تنقطع الدورة الشهرية وتلاقي الأم تقول بنت سبوري استني لا هتيجي لا معلش ده حصلت معفلانة وعلانة ما ينفعش لازم إن حدث عراض من الأعراض اللي أنا هذكرها لازم نسرع إن إحنا نشوف إيه المشكلة وإيه الحكاية ونستشير طبيبة نساء وتوليد ضروري ونبتدي إن إحنا نمشي خطوات العلاج بتاعنا عدم انتظام الدورة الشهرية حب الشباب وظهوره بدون مناسبة يعني ليه بدون مناسبة؟ لأن اللي عنده حب الشباب من الأول خلاص هو معاه حب الشباب بنت ما عنده حب الشباب ومضعفاته وبيروح وييجي وهو الكلام ده كله أما إن حدث ظهور حب الشباب مفاجئ لا يبقى أنا لازم أضع في اعتباري موضوع تكييس المبيض وخاصة إن كان معه الأعراض الأخرى اللي أنا بتحدث عنها يبقى عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها عدم انتظام الحيض أو انقطاعه ظهور حب الشباب البشرة الدهنية تلاقي البشرة الدهنية بصورة واضحة جدا أيضا من مضاعفات تكييس المبيض زيادة نمو الشعر في الأماكن الغير مرغوب فيها هتجد البنت بتشتكم من زيادة الشعر في الوجه وفي الصدر وفي الفخذين دي المفروض البنت مبقاش فيه شعر في الأماكن دي لأ هتبتد إن هي تشتكم من نمو شعر غير مرغوب فيه في هذه الأماكن أيضا ودي نقطة مهمة جدا بقع داكنة للجلد وسماكة للجلد بتبقى موجودة أكتر قوي في الرقبة وتحت الإباطين أجد إن الرقبة الجلد فيه سميك وفيه بقعة داكنة فيها سواء في الرقبة أو فيه تحت الإباطين بتبقى علامة من علامات تكييس المبيض تساقط الشعر الغير مبرر يعني فجأة الشعر بتساقط رغم إن الوالد شعره كويس الوالد شعره كويس مفيش عوامل وراثية أو غيره ونجد إن فيه تساقط شعر وإن لم يكن هناك تساقط شعر أجد إن الشعر خفيف قوي قوي بيبقى يعني ضعيف ضعيف جدا وبالتالي أيضا دي بتلفت نظري إن ممكن يكون الحالة دي عندها تكييس مبيض زيادة الوزن طبعا زي ما اتفقنا من العلامات اللي تخليني أشوف نقطة تكييس المبيض واتطمن على المبيض ده أخباره إيه هل فيه تكييس ولا الحمد لله مفيش تكييس طبعا العقم وقلنا ما هوش مية في المية ولكن نسبة كثيرة جدا جدا من تأخر الحمل بيكون سببه تكييس المبيض الموجود دي الأعراض يبقى زي ما اتفقنا لو فيه عراضين مع بعض أو تلاتة مع بعض يبقى لازم ألفت نظري تماما إننا أشوف موضوع تكييس المبيض واتطمن على النقطة دي نقطة مهمة جدا هل تكييس المبيض له مضعفات غير تأخر الإنجاب وغير الأعراض عوزلا وغير الأعراض اللي أنا قلتها آه لي للأسف مضعفات سيئة وده ما تقيل ورخمة من النحية الطبية من المضعفات السكر ممكن يحدث سكر يعني اللي عندها تكييس مبيض دي معرضة أن يحدث سكر لأن لسه أيل من شوية اللي هو الإنسولين أو مقاومة الإنسولين ممكن جدا يحدث سكر أمراض القلب وشرايين بتبقى متلازمة مع تكييس المبيض نتيجة زيادة الكوليسترول والدهون السلاسية لأن الحالات دي أيضا بيكون معاها كوليسترول ودهون السلاسية عالية وبالتالي بتكون معرضة لأمراض القلب والشرايين أيضا ارتفاع ضغط الدم لنفس السبب هاجد أن في ضغط الدم ارتفع بدون سبب أنا كنت كويسة جدا وفجأة ارتفعت ضغط الدم وأنا لسه سيارة سي 16-17-20 سنة ونلاقي أن في ضغط الدم ببتادي ارتفع بلازم أضع في اعتباري تماما تكييس المبيض ممكن يكون موجود سمك بطانة الرحم وده من الأمراض النسائية المعروفة جدا أيضا بيكون سببه التكييس المبيض البوليستيك أوفري التشخيص بقى والعلاج دي النقاط مهمة جدا 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 يعني أنا هستأذنكم هأجلها لأن أنا عايز حضراتكم طيب أنت دكتور يعني خلينا نقول مع بعض التشخيص طيب التشخيص هيعتمد كلينيكيا على الأعراض اللي أنا ذكرتها التشخيص هيعتمد كلينيكيا على الأعراض اللي أنا شفتها أنا كطبيب هتجيلي بنت في عندها المضاعفات دي يبقى أنا لازم على طول ضوء كده في الدماغي إنه ممكن بيكون بوليستيك أوفري أو تكييس المبيض يبقى الفحص الكلينيكي أو الشكوى المرضية التشخيص التاني وسهل جدا هي السونار والألترسونيك السونار اللي ما نقول لأشعة الفيزيونية اللي ما نقول لها على البطن ونشوف المبيض أخباره إيه ونشوف متابعة التابعيض نقدر إن إحنا نشخص بسهولة جدا 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 التكييس المبيض في الأنسة أو السيدة أيا كانت العلاج بتاعنا بالنسبة للويستر ميديسين ودي بقى النقطة اللي مهمة قوي 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 اللي أنا عايزة تكلم فيها وبالنسبة للطب البديل يعني أنا عرفتكم هو التكييس المبيض من أوله إلى آخره بأعراضه بمضاعفاته بأسبابه وبتشخيصه أما العلاج فليس هناك يعني ده بقى قول إيه قول الويستر ميديسين أو الطب الغربي ليس هناك علاج أكيد لعلاج تكييس المبيض تماما ولكن هناك محاولات إن إحنا نبتدي ندي حبوب منع حاملة علشان أن نظم الدورة الشهرية وطبعا حبوب منع الحاملة عبارة عن هرمونات وابتدي ننقلع في الهرمونات بتاعتي تمام كي التكييس اللي موجود عن طريق الجراحة جراحة خفيفة جدا بالمنظر بنعمل كي للتكييس الموجود على المبيض وبرضو يعني بترجع قد ممكن تعود تاني آه ممكن تعود تاني ده العلاج التقليدي اللي إحنا ماشيين عليه في الطب الغربي بتاعنا ومع بقى تقليل الوزن ده نقطة مهمة جدا جدا مع تضبيط الكولوستيرول والدهون السلاسية مع ملاحظة السكر تبقى عناية على كل الأعراض وزي ما بقول لحضراتكم بنيدي هرمونات وأنا ما بحبث أبدا اللعبة في الهرمونات في هذه المرحلة أو في هذا السن هل الطب البديل له يد في علاج هذه الحالة المكالكاعة المعقادة اللي أنا حكيتها دي هو ده محور الحلقة وأنا برضيتش أبدأ به لأننا حبيت أن أعرفكم يعني إيه تكيس مبيض ويعني إيه حد عنده تكيس مبيض ويعني إيه مضاعفاته وتأخر اللي ينجب بسببه وزيادة الوزن والشعر اللي غير مرغوب فيه وتساخت الشعر وعرضة أن يحدث سكر وعرضة أن يحدث ضغط مرتفع وعرضة أن يحدث أمراض قلب كل هذه الأبجديات موجودة وطب البديل كما ذكرت من قبل وأنا مصمم على الكلمة دي باب رحمة من الله سبحانه وتعالى يفتح عندما تسد الأبواب الأخرى في الطب الغربي وجدنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن إحنا في الطب البديل أقدر عن طريق الحجامة وبعض الأعشاب الطبية أن أنا أنهي تكيس المبيض اللي موجود بابتد أن أنا أتعامل مع الحالة عن طريق الحجامة الطبية وعن طريق بعض الأعشاب الطبية وتنزيل الوزن أقدر أن أنا أصل إلى الغرض المنشود وهو التخلص من تكيس المبيض وحدوث حمل وانتظام الدورة الشهرية وإلغاء التكيس المبيض اللي موجود وحالات كثيرة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى دراسات أثبتتها وموجودة والحالات قبل وبعد مع الأشعة ومع التحاليل بتاعتنا وواضح جدا جدا الفرق في التعامل قبل تدخل الطب البديل وبعد تدخل الطب البديل إذن الطب البديل له بصمة رائعة جدا جدا في تكيس المبيض زي ما عودتكم هسمع حالة كان عندها تكيس مبيض وهنشوف إيه اللي حصل وهنشوف الرحلة بتاعتها قبل العلاج بالطب البديل والأثر الطبي بعد العلاج بالطب البديل وكما أطلب من حضرتكم تفضلا وليس أمرا إن احنا هنسمع ونشاهد هذه المداخلة من حلقة سابقة بالعقل وليس بالأذنين والعينين لا اسمعوها كويس أو بالعقل واسمعو الحالة عاملة إزاي وتكلمت إزاي وإحنا عملنا إيه ونشوف كده هل فعلا طب البديل له باع في التكيس المبيض أو البولي سيستيك أوفري هذه المتلازمة الرزلة من الناحية الطبية ولا لا اسمعوها بالعقل وشاهدوها بالعقل ونرجع تاني بعد مشاهدتها سويا إن شاء الله بأخذ مادام زينب سلام عليكم مادام زينب سلام عليكم متفضلي يا فندم متفضلي يا مادام حضرتك سمعني؟ أه سمعك يا فندم متفضلي أهلا بك أهلا بحضرتك زي حضرتك عامل إيه؟ أهلا بك يا فندم متفضلي حضرتك أنا كنت جيت حضرتك عشان نعمل حجامة تمام عندي تكيوسات على المبيض وعندي صداع جامد جدا يعني طول الأسبوع الصداع مستمر ما اودام شف معايا مشكلة من مسكن أهلا فبفضل الله يعني بفضل حضرتك عملت الحجامة وما كملتش حضرتك وتلتلتلات جلسات عملت جلسة واحدة بس وحامل ألف ألف مبروك ما شاء الله ربنا يتميلك على خير يا رب ربنا يتميلك على خير يا رب والصداع الحمد لله يعني أفستحتي جدا والصدع راح او الحمد لله راح قولت يعني الحمد لله فضل لله ربنا يبارك لك ربنا ويبارك لك ويتملك على خير أسأل الله العظيم زرية الصالحة يا مدام زينب وأشكرك على اتصالك شكرا جزيلا لحضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعتقد أن احنا سمعنا المداخلة الصغيرة قودية مع بعض على قد أن هي صغيرة ولكن مهمة جدا وبتحمل المعنى اللي أنا تحدثت فيه والموضوع اللي احنا بنتحدث فيه مدام زينب كان عندها تكيس مبيض زي ما انتم سمعتوا وكانت مشكلة فيه تأخر الانجاب عندها ولاحظوا الكلمة بقى التانية يعني كان فيه تكيس مبيض وعندي صدع هذا الصدع ناتج مع متلازم التكيس المبيض بدليل ان احنا الحمد لله رب العالمين لما عالجنا تكيس المبيض حدث حمل فضل الله سبحانه وتعالى والصدع راح يبقى معنى كده ان احنا نقدر ان احنا بالطب البديل فعلا نتدخل فيه علاج تكيس المبيض واضطرابات الدورة الشهرية او انقطاعها اللي متلازم مع تكيس المبيض العرضة للاصابة بامراض القلب والشريين وارتفاع ضغط الدم العرضة للاصابة بالسكر تأخر الانجاب كل ده نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا حقيقة نتدخل بآليات الطب البديل المحترمة المعترف بها دوليا واقدر ان انا اعالج الحالة دي زي ما حضراتكم سمعتم وزي ما بولت قبل كده نسمحها بالعقل واعتقد ان انتم سمعتوها بالعقل يعني ماعتقدش ان حالة زي دي التأخر انجاب زي ما سمعنا والسنين اللي عدد دي كلها راحت لاثنين وثلاثة وعشرة من امراض النساء والتوليد وكان تشخصها فعلا تكيس المبيض وكان معاه صداع والصداع احد الاعراض او احد الاعراض اللي موجودة في تكيس المبيض نتيجة ارتفاع الضغط نتيجة ارتفاع الكوليسترول والدهون السلاسية لازم هيحدث الصداع اللي بتشتكي منه المريضة قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى بالحجامة والاعشاب الطبية بعد العشاب الطبية نقدر ان احنا نصل الى انهاء تكيس المبيض المشكلة الرزلة من ناحية الطبية زي ما بقول لحضراتكم هيجي بقى سؤال مهم جدا طب انا كان عندي تكيس المبيض وروحت عملت حجامة عند الاخت فلانية وما جابتش نتيجة ولا هتجيب نتيجة ولو رحنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة مش هتجيب نتيجة طب انا عملت حجامة عند الشيخ فلاني فلاني وده راجل معروف كويس جدا وعلى راسي من فوق ولكنه ليس بطبيب ليس متخصص وبالتالي وبعدها للمرة الالف عايز اعمل حجامة طبية يبقى لازم عند طبيب متخصص وليس اي طبيب حتى يعني لابد ان يكون طبيب متخصص ليه؟ اماكن معينة بنشتغل عليها انذارات معينة كده انذارات كده على يد محضر بنبعثها ليه؟ الغدة النخمية اللي موجودة في قاع المخ الحقي يزبطيلي بسرعة الاندرجين والاسترجين عند الحالة دية يأما هنتدخل انذارات بمعنى الكلمة ان انا في اماكن معينة بنشتغل عليها بنقدر بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نزبط هذا الاختلال الهرموني اللي موجود وبالتالي مجرد ما نبتدي ان احنا نشتغل بالطريقة المتخصصة هتجد نتيجة ليست النقطة فقط ان انا اقول لحضرتك على الهوى دلوقتي واجي جاي بشارت كده ورسمة لوحة كده واقول لك ان التكاييس المبيض هعمل حجامة في الحتة دي والحتة دي والحتة دي ويلا توكل على الله عمر الطب ما كان كده وعمر الحجامة من الناحية الطبية ما كانت كده واحنا اعتقد انها تحدثنا في هذا كثيرا جدا ولكن الاماكن ممكن تختلف مع حالة الحالة ممكن تختلف من حالة الحالة طريقة التشريط تختلف من حالة الحالة نعم تختلف من حالة الحالة يعني يا دكتور معقولة طريقة التشريط هتختلف وليها اكتر من طريقة نعم هذا هو الطب وهذه هي الحجامة الطبية هل حجم الكاس هيختلف نعم مرات الحجامة والبروتوكول الطبي اللي أنا بضعه ليه الحالة بيختلف؟ نعم بيختلف هل بالله عليكم هنقدر نقول إن الكلام اللي أنا بحكيه ده والخطة الطبية اللي أنا بتكلم عليها دي هيعلمها إلا طبيب متخصص دي بقى أنا أول خطوات علاجي إن أنا بقصد طبيب متخصص في هذا المجال لازم أضع الأمانة اللي ربنا أعطاهلي وهي الصحة والعافية في يد متخصص في يد متخصص وليس لأي فرد أو لأي أحد وكما ذكرت من قبل عندما سئل ابن عصيمين رحمة الله عليه هل الحجامة سنة أم دواء؟ أجاب إن هي دواء وأنا شرحت لحضراتكم في حلقة للدوافع اللي خلت الشيخ ابن عصيمين يدلي بهذه الفتوى أن الحجامة دواء وليست سنة من كثر الهرج والمرج الذي حدث في هذا المجال أو في هذا الحقل والمضاعفات والمشاكل والضرر اللي حدث للناس نتيجة أن أي حد بيعملها على أن هي سنة لا الحجامة دواء أنا في عرفي أن هي سنة قولاً وفعلاً عن الرسول صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم ثم دواء ده في عرفي أنا كطبيب مسلم متخصص في الحجامة أن الحجامة سنة قولية وفعلية للرسول صلى الله عليه وسلم ثم دواء وده الكلام اللي أنا بقوله للمريض عندي يبقى أنا لما أبتدي أخذ خطوة العلاج من تكايص المبيض عن طريق الحجامة لابد أن يكون طبيب متخصص طيب يا دكتور ما تقول لنا مجموعة الأعشاب اللي أنت بتستخدمها كده ويبقى جزاكم الله خيراً جزاكم ألف ألف خير سأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم كل ما هو طيب ولكن أنا يعني في حاجات معينة بنقولها عادي وبشرحها لحضراتكم وبوصفها لحضراتكم وبالمقادير وطريقة الاستخدام وهناك أعشاب أخرى ما بذكرهاش لأنها ليست موجودة في كل البلاد وليس للعشابين خبرة بها أو حتى المسمى بها وممكن يدي لك حاجة تانية فتبقى مختلفة تماماً وبالتالي هتديني نتيجة عكسية تماماً خلاصة قول أو خلاصة ما تحدثت به لحضراتكم أنه لابد من طبيب متخصص علشان أجد النتيجة اللي أنا شفتها بعقلي منذ لحظات وأن أنا فعلاً أقدر بفضل الله سبحانه وتعالى تأخر الإنجاب عذراً تأخر الإنجاب اللي سببه تكايس المبيل أقدر أنهي الصداع اللي كان موجود نتيجة تكايس المبيل لإرتفاع الضغط أو أمراض الشريين والكوليسترول والبهون السلسية أقدر أنهي عن طريق التخصص والشغل المتخصص والميديكال بلين تليتمت أو الخطة الطبية العلاجية للمريض بتاعي ولو تلاحظوا مدام زينة بتقول حضرتك كنت أعملي ثلاث شهور حجامة ولكن أنا من أول شهر ربنا أكرمني والحمد لله الصداع راح وحدث حمل فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين ولكن معنى الكلام أن هناك خطة طبية بتوضع وخطة طبية بنمشي عليها علشان نقدر نصل إلى الغرض المنشود وهو الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى ده تكيّس المبيض وحالة تكيّس المبيض حالة أخرى هنتحدث عنها في هذه الحلقة البسمة من ناحية أمراض النساء والتوليد وهي الأورام الليفية وأيضا بعيد تاني أنا لست متخصص في أمراض النساء والتوليد ولكنني سأتحدث عن الأورام الليفية من ناحية الطب البديل وهذا هو تخصصي الأورام الليفية ورم ليفي ومليها مسميات أخرى يعني يقول لك لوفة في الرحم أو تليف في الرحم أو أورام ليفي في الرحم وتعرفها ببساطة جدا هي تكون أورام ليفي أو كتلة ليفية في الرحم أماكنها بتختلف هناك ما يوجد منه في جدار الرحم وهناك ما يوجد داخل الرحم نفسه وهناك ما يوجد خارج جدار الرحم وبنقدر إن إحنا نشخص الكلام ده عن طريق الأشعة التلفزيونية بسهولة جدا الأورام الليفية منتشرة جدا جدا هذه الأيام أنا برضو مش عارفين السبب إيه بصراحة ولكنها فعلا تدينا نشوفها كتير جدا ومشاكلها كتير جدا طيب هل الأورام الليفية ديت أعراضها أن أنا أقدر أضع يدي على بعض الأعراض بالنسبة للأورام الليفية هناك كثير من الأعراض ولكن من أشهر الأعراض اللي ممكن أن أنا أضع يدي عليها في الأورام الليفية ألم أثناء الجماع يبقى في ألم فضيح جدا أثناء الجماع عدم انتظام الدورة الشهرية وممكن انقطاعها نعم غزارة الدورة الشهرية ودي مشكلة كبيرة جدا غزارة الدورة الشهرية ممكن جداً الدورة الشهرية من المعروف أن هي من يومين إلى خمسة أيام لا دي تقعد موسى أسبوع بطريقة جمدة جداً وتبقى فعلاً سبب إزعاج بالنسبة للسيدة الأكتر من كده ممكن الغزارة مع التكرار يعني الدورة الشهرية أو الحيد بالنسبة للسيدات وبالنسبة للبنات بيحدث مرة كل شهر أو مرة كل 2-23 يوم أو 23 يوم لا ده ممكن يحدث كل أسبوعين يعني كل أسبوعين تاخد أسبوع دورة طب ده نزيف لا دي دورة ولكنها مصاحبة بنزيف ودي برضو المشكلة التانية الخطيرة جداً لأن النزيف ده له آثار الجانبية أخرى الأنميا أمراض القلب اضطرابات القلب واضطرابات ضغط الدم إلى آخره من مضعفات النزيف اللي ممكن يحدث نتيجة الأورام الليفية أيضاً ألام مبرحة في الجزء السفلي من البطن بتحدث مع الأورام الليفية ودي بتبقى مشهورة جداً 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 وبتبقى ملحوظة جداً في الأورام الليفية وبرضو من الأعراض بقى لكن دي بتبقى متأخرة شوية أن أنا أجد أن الورام الليفي بتدى يكبر البطن بتدى البطن تكبر بصورة واضحة وابتدي أن أنا أحس الورام الليفي بإيدي ده بقى بيبقى متأخر شوية أن السيدة سابت الحالة لغاية ما وصلت لدرجة عالية شوية شؤال مهم جدا هل الأورام اللي فيها لقدر الله أورام سرطانية؟ لا الحمد لله رب العالمين هي أورام حميدة ولكنها زي ما بقول لحضرتك لها مشاكلها الكتيرة اللي احنا ذكرناها لحضراتكم هل من الممكن أن الأورام اللي فيها لقدر الله تتحول إلى سرطان؟ يعني الحمد لله رب العالمين لا تتحول إلى سرطان لأن سرطان الرحم دي حاجة تانية غير الأورام اللي فيها العادية اللي أنا بتحدث عنها وزي ما ذكرت لحضراتكم الأماكن بتاعتها سواء في جدار الرحم أو داخل الرحم أو خارج جدار الرحم سؤال أيضا مهم جدا وبرضو إجابته مهمة جدا هل الأورام اللي فيها تؤدي إلى العقم أو تأخر الإنجاب؟ نعم بعض أنواع الأورام اللي فيها وليس كلها تؤدي إلى تأخر الحمد أو تأخر الإنجاب وكثير منها ممكن أنه يمنع الإنجاب وبالتالي ده حسب حجم الورم الليفي اللي موجود حسب الأعراض اللي من دهان الورم الليفي حسب المكان اللي موجود في الورم الليفي ودي نقطة مهمة جدا 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 وعلى أساسه بنحدد إيه الأخبار هنقدر إن إحنا نتعامل الزي التشخيص بتاعه زي ما اتفقنا بنشخص بالألتراسونيك بالأول الكلينيكال ريفيو بتاعي أو بالفحص الكلينيكي بتاعي وبالأعراض من السيدة ثم التشخيص بالموجات الصوتية بيبقى واضحة جدا ولكن أنا كمتخصص في الطب البديل الحالة بتجيلي جهزة متشخصة من الزملاء في النساء والتوليد يعني السيدة بتيجي تقولي أنا عندي أورام الليفية ودي الأشعة بتاعتي والدكتور قال لي لازم نشيل الأورام الليفية أو نشيل الرحم فهل هناك يا دكتور في حل أو علاج في الطب البديل بيبتدي الكلام من هنا يعني أنا شخصيا كأخصائي علاج بالطب البديل بتجيلي الحالة جهزة متشخصة من الأخصائي النساء والتوليد أنا ما بشخصها هي جاية متشخصة جهزة ولكن بيكون الحل أو العلاج بتاعي زي ما بنقول اللي هو التدخل الجراحي أو تدخل بالأشعة التداخلية ودي حديثة ابتدين أن إحنا نستخدمها أن إحنا بنبتدي لتدخل بالأشعة التداخلية ونبتدي أن إحنا نشيل الأورام الليفية ولكن الخطورة بالنسبة للأورام الليفية أن أنا ممكن تصل الدرجة أن أنا أشيل الرحم هي دي المشكلة اللي إحنا مش عايزين نوصل لها بمعنى آخر أن أنا أصل لدرجة أن الرحم ده خلاص ابتدى يسبب لي نزيف ابتدت الأورام الليفية تنتشر جدا داخل الرحم يعني ابتدت تبقى يعني أورام الليفية طالع لها رحم زي ما بيقولوا وابتدت تبقى في أكتر من مكان يبقى كده في الحالة دي أنا لازم أتدخل جراحيا أن أنا هشيل للأسف الرحم بالأورام اللي فيها كلها مش هقدر أن أنا أشيل الأورام اللي فيها فقط ودي الخطورة اللي يجب أن أنا أضحها أمام عيني حتى وإن كان ورم ليه في صغير لأن الأورام اللي فيها الصغيرة بيبقى لها متابعة كل 6 شهور بعمل الأشعة التلفزيونية بتاعتي بتطمن على حجم الورم هل زاد هل كتر هل ابتدى يبقى موجود ورم تاني هل 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 كل هذه المتابعة مهمة جدا وضرورية جدا كل 6 شهور بالأشعة التلفزيونية للرحم بتاعي هيجي السؤال المهم جدا ده احنا عرفنا يعني إيه أورام اللي فيها عرفنا تشخصها عرفنا أعراضها عرفنا خطورتها نيجي السؤال المهم جدا وعلاجها في الطب البديل هل الطب البديل له باع في علاج الأورام اللي فيها الطب البديل بمفرداته الكثيرة سواء الحجامة أو الأعشاب أو الإبر الصينية نتائجه شبه إعجاز بمعنى الكلمة في الأورام اللي فيها هل معنى كده يا دكتور إن أنا ممكن أستغنى عن الجراحة إن أنا أشيل الرحم أو أشيل الأورام اللي فيها حالات كثيرة جدا إن كانت مبكرة وإن كانت متشخصة بدري أقدر إن أنا أتدخل بالسلاس آليات اللي أنا ذكرتها لحضراتكم وأقدر بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا فعلا ننهي الورم اللي في اللي موجود طيب من ناحية الطبية لو مقدرتش أنهي هذا الورم اللي في هيجي للمرتبة التانية الفائدة الأقل شوية إن أنا أوقفه عند حده لا يزيد في الحجم وأمنع الأعراض اللي موجودة ولا سيما النزيف الرحمي الرهيب اللي بيبقى موجود وتكرار الدورة الشهرية أكتر من كل إسبوعين ألاقي دورة شهرية تقعد إسبوع يعني شبه السيدة في دورة شهرية تماما وطبعا أبتدي إن أنا أمنع النزيف أقدر بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا نقدر نمنع النزيف ونقدر نمنع تكرار الدورة الشهرية أو الحيد كل إسبوعين لا ده يبقى طبيعي زي أي وحدة طبيعية تماما ونقدر أيضا إن إحنا تبقى الدورة النزيف خلاص انتهى وابتدينا نبعد عن مخاطر النزيف اللي موجود لأن فعلا حقيقة أحيان كتير جدا بيوقف حياة السيدة لأن طبعا يعني لكم أن تتخيلوا إن سيدة عندها دورة شهرية كل إسبوعين وبيقعد إسبوع يعني شبه دورة شهرية طوال الشهر وده طبعا غير النزيف ومضاعفاته الكتير جدا جدا من الأنمية وأمراض القلب وأمراض الضغط زي ما تعودنا مع بعض أستأذنكم تكرما وليس أمرا هنشاهد مدخلة من حلقة سابقة نشاهدها بالعقل وليس بالعينين والأذنين حالة من حالات الأورام اللي فيها نقدر نسمحها مع بعض ونشوفها ونرجع تاني مع بعض سويا بمشيئة الله تعالى الله يبركاتي يا فن دكتور أسامة مع حضرتك طيب إزايك يا دكتور إزاي حضرتك أهلا بيكي الله يفلمك كنا جينا لحضرتك يعني وكده بالنسبة للراحم وكده لأن فيه مشكلة لو أنت تستكر يعني فكريني جينا من أحنا معك من شهر يعني يعتبر شهرين كويس من أول مرة جينا عذرنا معك سبحان الله عملت لي حجامة ودتنا أعشاب بالنسبة للراحم سبحان الله كان الدكتور أيل لي أنت هتحتاج عملية تشيل الورم تمام نسبة الورم دي يعني اللي في الرحم فبعدين بقى قلنا نستعمل الأعشاب وكده وميدر الحضرتك فسبحان الله من أول مرة عملت فهل حجامة جاء أجت نتيجة بفضل الله الحمد لله رب العالمين حسنت معي الأمور خالص الحمد لله القلم كان شديد في الدورة خف خالص يعني بنسبة أكثر من 50% فراحة الحمد لله رب العالمين بفضل الله وعدد أيام الدورة برضو قالت الحمد لله بفضل الله ما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله حصل تحسن يعني يعني الحمد لله حتى لول الدم سبحان الله كان تاتم التأثم تغير الحمد لله رب العالمين حترطني ثلاث تلاث زهود إن شاء الله إن شاء الله آه أفتكرت ربنا يا ربي يجعلنا سبب إن شاء الله ربنا يجعلنا سبب يا رب اللهم أمين أستاذي نح lob لنكمل إن شاء الله علشان نخلص من المشكلة دي بمشيت رحمان عز وجل إن شواء الله بفضل اللي ماشاء الله الحمد لله يعني بفضل ربنا ثم بفضلك والله دكتور الحمد لله رب العالمين نشكل حضرتك والله شكل الله لك وأشكرك عن المداخلة لا العفو يا فنم لا العفو لا تحت أمرك تحت أمر حضرتك وأشكرك عن مداخلة دي شكر الله لك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعنا مع بعض بالعقل وليس بالعينين والأزنين المداخلة الجميلة من مدام وفاء ورام ليفي وتحدد لها حقيقة عملية لشيل الأورام اللي في فعلى حد قوليها بتقول قلنا نجرب وأنا ما بزعلش من الكلمة دي نجرب ولكن نجرب الله يبرك لكم على يد متخصص جربوا زي ما أنتوا عايزين بس على يد طبيب متخصص جات متشخصة زي ما ذكرت من قبل إن في ورم ليفي وإن في مشاكل في الدورة الشهرية بالنسبة للمدام وفاء وزي ما سمعتم حضراتكم من أول جلسة أو من أول شهر ابتدى تحسن ملحوظ جدا تحسن في إيه؟ في ألم شديد موجود في الدورة الحمد لله رب العالمين على حد قولها 50% تحسن ده من أول شهر عدد أيام الدورة قال لي كويس جدا وبقى طبيعي ودي نقطة مهمة جدا لأنا كنت بتحدث فيها مع حضراتكم لون الدم ودي نقطة مهمة جدا لون الدم الدورة يعني كنت بقول كان غامق أوي نتيجة الأورام اللي فيها الموجودة لا بنقدر إن إحنا الحمد لله رب العالمين نخلي الدورة الشهرية طبيعية تماما من جميع النواحي سواء عدد الأيام سواء عدم الشعور بالألم إلا ألم بسيط جدا لا يذكر سواء اللون الدم أو كمية الدم أو شكله عامل إزاي دي نقاط مهمة جدا وكان متحدد لها عملية زي ما قلنا ولكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى زي ما سمعنا مع بعض بالعقل إن من أول شهر ابتدى التحسن ده جات تاني جلسة وزي ما برضو ما سمعنا منها إن كان متحدد لها الخطة الطبية بتاعتنا الميدكال بلين تريتمين بتاعتنا إن إحنا هنشتغل مع بعض ثلاثة شهور وهتنتهي المشكلة تماما الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى شهرين ونقص الله شهر كمان الحمد لله هتنتهي المشكلة تماما وهذا هو الطب البديل بمعنى الكلمة على يد التخصص وليس أي شيء آخر يعني إحنا سمعناها خدت أعشاب طبية وابتدينا نشتغل بالحجامة والحمد لله رب العالمين التحسن الملحوظ اللي قدرنا إن إحنا نشاهده على مسمع من الحالة نفسها وقدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن إحنا نصل إلى الغرض المنشود وهو الشفاء تماما من الحالات المرضية المتعددة الحلقة دي شفنا حالتين من أمراض النساء والتوليد وأنا لا تدخل في تشخصهم وزي ما قلت في أول الحلقة أو بعيتها في آخر الحلقة أنا لست متخصصا في النساء والتوليد ولكنني متخصص في الطب البديل وبتعامل مع الحالات دي عن طريق آليات الطب البديل شفنا تكيس المبيض وقدرنا إزاي بالحجامة وبعض العشاب الطبية بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا ننهي تماما المشكلة اللي موجودة وقدرنا الحمد لله رب العالمين تأخر الحمل اللي كان موجود حدث حمل بفضل الله سبحانه وتعالى وقدرنا إن إحنا فعلا ربنا يجعلنا سبب إن إحنا ننهي تكيس المبيض تماما أيضا تلايف الرحم زي ما سمعنا في المدخلة الثانية وقدرنا إن إحنا ننهي تماما اضطرابات الدورة الشهرية وعدد أيام الدورة انتظم الآلام اللي موجودة 50% يعني بقى تشبه طبعية تماما وأيضا لون الدم بالنسبة للدورة الشهرية والورم اللي في اللي كان محدد ليه عملية ديرنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق الحجامة والأعشاب وأنا يعني الحالة دي ما اشتغلتش فيها بالإبر الصينية لأنها ما كنتش محتاجاها أما هناك حالات لابد إن أنا أشتغل بالإبر الصينية مع الآليتين الأخريتين اللي هي الحجامة والأعشاب ففيه طب وفيه تخصص لو قصدته حاجة النتيجة المنشودة من هذا الغرض دي كانت حلقة النهاردة وأتمنى أن احنا نكون استوعبنا النقاط المهمة جدا اللي أنا حبيت أن أبعتها رسائل لحضراتكم وإدرنا نعرف أن الطب البديل له يد وله تدخل في كثير من أمراض النساء والتوليد وفي مشاكل النساء والتوليد وبعدها للمرة الرابعة أنا لست متخصص نساء وتوليد ولكنني متخصص في الطب البديل وبتدخل في هذه الحالات عن طريق آليات الطب البديل وبنقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نصل لنتائج رائعة جدا في المجال الطبي والنتائج دي ملموسة وموجودة والدراسات بتاعتها موجودة والحالات قبل والحالات بعد زي ما سمعنا وشوفنا والحالات دي على مستوى عالمي وليست يعني مش من اختراعي لأدين الحالات دي موجودة ويعرفها كل المتخصصين في الطب البديل الطب البديل له المتخصصين طبيب متخصص في هذا المجال وليس أي حضن آخر وليس أي تخصص آخر طبيب متخصص في الطب البديل مفيش حاجة اسمها صيدالي متخصص في الطب البديل مفيش حاجة اسمها خريج علوم متخصص في الطب البديل مفيش حاجة اسمها كيميائي متخصص في الطب البديل كل ده بنسمعه وبنشوفه وحضراتكم أنا أسف في الكلمة غير أنين في النصب من هذه النحية ولكن عندما نستخدم العقل الذي ميز الله به الإنسان عن سائر الكائنات هنجد النتيجة اللي إحنا شفناها وهنعرف يعني إيه طب بديل وهنعرف يعني إيه طبيب متخصص يعني إيه طبيب يعالج ويخصص عن طريق التخصصات المختلفة في المجال الطبي قبل منهي لقائي مع حضراتكم تاني أهني حضراتكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك كل عام حضراتكم بألف ألف خير أسألوا سبحانه وتعالى أن يهله علينا بالخير واليمن والبركات ويتقبل مننا سبحانه وتعالى الصيام والقيام وصالح العمال وربنا عز وجل يديم علينا نعمة الإسلام ويديم علينا نعمة الصحة سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم إلى أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة أستودعكم الله لذلك تضيع ودائعه وأستودعكم الدعاء وأستودعكم الله لذلك تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته